ها هي ثمار الاتفاقية التي أبرمتها الجزائر مع منظمة العمل الدولية بجونيف العام 2016 والمصادق عليها بمرسوم رئاسي والمؤرخ في سنة 2014 تجني ثمارها بعد تخرج 54 طالباً بالدفعة الأولى من المدرسة العلية للضمان الاجتماعي بشهادة ماستر احترافي بحضور عدد من الوزراء وإطارات الدولة سبعون طالباً جديداً من المنتظر أن تكونهم المدرسة العام القادم بعد فتح المجال لانضمام الطلبة من المغرب العربي والدول الإفريقية كخطوة جديدة الميزة التي نبدأ بها ابتداء من دخول الجامع القادم إن شاء الله هي انضمام الطلبة يعني تسجيل طلبة الأجانب رحين يلتحقوا بالمدرسة لأنه المدرسة الطلبة المتخرجون على الرغم من فرحتهم بحفل التخرج الذي أقيم على شرفهم إلا أنهم لم يخفوا في الوقت نفسه قلقهم من توفير مناصب عمل دائما لهم تتوافق مع شهاداتهم نتأمل أنه يكون فيه مناسب شغل لنا بعد عامين دراسة أولاً الحمد لله غادي تعطينا إمكانيات ونحصن المستوى تعنا في الزاجانس والخدم المؤمنين الاجتماعيين هو إذن مخطط عمل ودعم تكويني ديناميكي جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعتمد بدرجة الأولى على تكوين والتنمية كفاءات الموارد البشرية في تخصصات علمية ومعلوماتية في وقت تسع فيه الجزائر لتثمين مواردها البشرية بعد أن شحت مواردها المالية ترجمة نانسي قنقر